السلام عليكم نباتة جماعة رائع جدا عندي منه وحدة وبدأت أعملها تكاثر إلو أسماء كتير جدا وطبعا كلنا عارفينه من وحنا عياله صغار أكيد مر علينا هذا النبات حي العلم أو أصابع الست أصابع زينب أصابع الساحرة أصابع البوبو يعني إلو أسمي زي ما بيقوله بالعبيط أسمي كتير جدا لكن خلينا نتكلم فيه طبيعينا المشتة الجلي حي العلم لكن أنا أعرف برضو ظهرة أطر الندى أو ظهرة الشمس يقال عنها حي العلم فإحنا خلينا في أشهر الأسامي أصابع الساحرة أو أصابع زينب أكثر اسم مشهور تمام النباتة هذا الجماعة عارفينه من وحنا صغار قمة في السهولة في التكاثر في العناية يعني بيتحمل بيطلع أزهار بيملى المكان حتى لو ما فيش عناه خالص ما بيموتش يكثاره أسهل من السهولة فنتكلم على السريع للي ما عندوشه عايز يبقى عنده يقتنيه وفي نفس الوقت ممكن بقى يمدد في الأرض ممكن يتقاصر لحاله سبحان الله لما اشتريت البيت اللي أنا فيه هادا جماعة ما كانش فيه غير الزتونتين الزتونة هادي والزتونة هديك وكانت أرض جرداء ما فيهاش أي حاجة اللي حضراتكم شايفينها غير الاتنين الزتونتين وكان البيت حتى ما فيهوش ولا أي حاجة ولا الإسمنت هذا ولا الباب الحديد وكان فقط من عند الباب المدخل هذه النبتة هي اللي موجودة كانت مالية البيت لغاية يمكن النبجة لغاية السلم كانت متمددة في الأرض مكناش بنعرف ندوس على الأرض من كترها وكانت مطلعة الظهرة الحمرة بتاعتها الكلام هذا من سبع سنوات سبحان الله سألت الوالدة ما كنتش أنا موجود كنت مسافر قالت لي والله ماما شلنا كل هذا لما بدأنا نزبط البيت هذا ويعني نظفنا ونظفنا الأرضية والتربة فأني دلوقتي أهو بعد فترة كبيرة جدا وهو الوحيد اللي كان موجود مع إزة ونتين في البيت أبيني هجيبه وهملة بيه المكان ميستو جماعة أنه بيتمدد في الأرض وممكن نعلقه في مزهرية ويبقى معلق ممكن نحطه في زاوية وشبهها يتسلق ويمدد عليها أظهره بيضاء وملونة وحمراء ورائع جدا جدا طيب طول السنة يعني ما بيموتش مخطر وبيكبر كل ما واحدة تعجز معانا ويتموت أو منطقة تموت على طول يجيها شيخوخة نشيلها وإزالة على طول أنا قطع لسه واحدة أهو هعملها إكسار شايفين قمة السهولة الإكسار يا جماعة بنيجي من آخر العقلة اللي طالعة أو العقلة هادي من آخرها يعني نفترض هادي بنشيل ومن غير ما أي حاجة زي ما هم خليوهم زي ما هو أهي وبنروح جايين حتى لو مش طويلة أو قصيرة نبات سبحان الله ما بيموتش ونيجي نعمل كده ونغطسها بس هذا الإكسار عشان كده نبات رائع وسهل وزي العصريات بتحمل الجثاف الملوحة التربة الشمس المباشرة ما بيتعبش وممتاز جدا كده أصبح إنا إكسار وهنديها رشة مية خفيفة أو نقطة مية هنا ما تزجهش كتير لإنه بيتحمل عارفين يا جماعة لو قطعت هذه الحينني وحدة بس كده وحطتها في التربة هتكبر عامل زي خد الجميلة جماعة لو عارفين خد الجميل والحاجات هذه ما بيموتش هتاخدوا وحدة وحطوها هتعيش هذا الإكسار طيب التسميت زي ما قلنا سمت هذه مرة واحدة من يوم ما جبتها بحيطة تسمد مخلفات طيور قدت كده أجل من عجلة لصبع رشيتها على الوش زي الرمل وسجيت كانت طولها له هنا ما شاء الله شوفو خلال حوالي أسبوعين اللي فاتوا أجل من أسبوعين طولة الضعف فيعني أي سماد أي محليل عينة بس ما تزودوش لإنه ما بيحبش كتر السماد ولا السقايا ينفع في رقاض المباشرة ينفع في ظل يتخلل الشمس لو ظل حاله ماشي بس طبعا التزهير محتاج شمس وفي نفس الوقت ظهرته سبحان الله بتفتح طول اليوم عندي كنت صبارة هناك النفسة ورها لكو يعني هي شبيهة بيها المهم اللي الظهرة طول اليوم تفتح بالليل بتغلق على نفسيها تاني زي الصباريات الرخوية اللي بتكون عسواحل البحار تمام يبقى الإكسار قلنا عليه الإكسار أهي زرعنا واحدة وهتشوفوا هادي هتبقى جد هادي خلال إن شاء الله مثلا ثلاث أسابيع أسبوعين لو اهتمينا ودناها مية مرتين ثلاثة وحتى فيها شمس خلصوا الموضوع هذا الإكسار الري كل ما تنشف الطربة شايفين أنا موصلها لمرحلة إيش فيش مية خالص جفت لأبعد الحدود هادي كده ممكن تتسجي ما نسجهاش وهي لسه خضرة كل ما تجف الطربة خالص يعني كل أسبوع سجيا حلو في الشتاء مثلا في الصيف كل خمسة أيام مثلا أو أربع خمسة أيام الري الإكسار العناية زي ما قلنا التسميد مرة مرتين في السنة كلها أي نوع اسماد أو مخلفات عندكم هتمشي معاها أي طربة المهم بتكون تصرف المية ممتازة أصيص أو تعليق أو في التربة في الأرض هيمدد في أي مكان طول السنة نقدر نزرعه خلاص يبقى إكساره رعايته يعني كل حاجة مش محتاجين نتكلم عنه كتير لأنه ما شاء الله سهل جدا الرعاية والعناية وبنصحكم به نبات رائع رائع وبيتحمل كل شيء والموعد قلنا طول السنة في أي وقت بس يعني إحنا نكتفلنا واحدة من أي صديق لو لجناها عنده ناخدها نعملها إكثار أو إن إحنا نجيب واحدة زي كده من المشتل وبعدين هتبقى عندنا مالية البيت في كل حتة ونقدر نعملها بكذا شكل يا رب نكون سين حاجة ونكون استفدنا مع بعض بمعلومة اليوم يا رب زراعة وإكثار حي علم أو أصابع زينب أصابع الساحرة نشوفكم إن شاء الله مستقبل الفيديو تاني نتمنى تدعموا الاشتراك السعيد نوجودكم معنا في القناة جماعة الخير أخوكم نعيم حجابوا أحلى مساء معاكم وعليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا